حبة في المعدة تخدع الدماغ تهتز فتقول للجسم شبعنا يا حبيبي مع أنك لم تأكل إلا القليل هذه طريقة جديدة لخسارة الوزن لكن على وضع الرجاج داخل المعدة تكر باحثون من معهد مساتشوسيتس للتكنولوجيا كبسولة تهتز عند ملامستها سائل المعدة فتمنح شعورا بالشبع يحاكي اهتزاز الكبسولة وجود الطعام إذ ينشط مستقبلات التمدد في المعدة ما يرسل إشارات إلى منطقة تحت المهاد في الدماغ لزيادة مستويات الهرمونات التي تشعرنا بالامتلاء تأخذ الحبة قبل نحو نصف ساعة من تناول الطعام وبمجرد دخولها المعدة ينشط المحفز الاهتزازي من خلال بطارية مغطعة إذ يذيب سائل المعدة الغشاء أو تنشط الحبة باستخدام جهاز توقيت مدمج وبعد القيام بالتأثير المطلوب أي الشبع الوهمي تخرج الحبة من الجسم مع الفضلات الصلبة الأخرى أبدت الكبسولة المهتزة نتائج مبهرة على الخنازير إذ جعلتها تأكل أقل بنسبة 40% فيما يتجه الباحثون لإتاحة المجال لإجراء التجارب السريرية على البشر والخمر السار أن سعر الحبة المهتزة سيكون بحدود الدولار